عبر حزب قلب تونس الذي يقوده رجل الأعمال نبيل القراوي عن استغرابه من إقصائه من المشاركة في مشاورات تشكيلة الحكومة القادمة رغم أنه صاحب الكتلة الثانية في البرلمان كما اتهم القراوي الرئيس قيس سعيد بالوقوف وراء استبعاده مطالباً إياه بتقديم توضيحات في هذا الشأن ويذكر أن رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ قد أعلن في مؤتمر صحفي أنه لن يشرك حزب قلب تونس والحزب الدستوري الحر الذي تقوده المعارضة الشريسة لحركة النهضة عبير موسى في مشاورات الحكومة